السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الخامس أهلا بكم مع ذلك سديد من دروس المراجعة مجموعة من الجمل لشباب اختار الاجابة الصحيحة مما بين الأقواص حفظت القصيدة إلا بيتيني في الجملة هذه هذه الجملة أسلوب هل هي أسلوب نفي أم تمني أم تفضيل أم استثناء حفظت القصيدة إلا بيتيني إلا دي أداة إيه يا أبطال استثناء بالفعل الإجابة الأخيرة استثناء عمل المهندسون خرائط الأبنية إلا خريطة واحدة المستثناء في هذه الجملة المستثناء ما بعد أداة الاستثناء ما بعد أداة الاستثناء إلا الأجابة إيه يا أبطال هل كلمة خريطة ولا خرائط ولا خرائط الأبنية ولا المهندسون أختار كلمة خريطة بقى الإجابة الأولى ممتازة شباب تصدق الطفل بنقوده على المحتاج إلا ريالا المستثنى منه في الجملة المستثنى منه هو قبل أداة الاستثناء قبل أداة الاستثناء ها يبقى فين بالفعل تصدق الطفل بنقوده على المحتاج إلا ريالا طب كلمة ريالا هنا جزء من إيه جزء من المحتاج ولا من كلمة نقوده بالفعل كلمة نقوله يبقى المستثنى منه هنا كلمة نقوله حفظت القصيدة إلا ما بعد إلا مستثنى منصوب يا شباب يبقى أختار إيه إلا بيتيني الأولى ممتاز يبقى بيتيني بيتاني أبياتها القصيدة أختار كلمة بيتيني لأنها هنا مستثنى منصوب الجملة الأخيرة يا شباب زرتوا أركان النشاط إلا ركنيني المستثنى في الجملة إحنا قلنا المستثنى اللي هو ما بعد إلا بالفعل الإجابة رقم باء ركنيني طيب بعد كده يا شباب ضع إشارة صح أو خطأ أمام كل جملة مما يلي اصطفى الجنود في المعسكر إلا جنديا الجملة هزيه أستوى باستثناء؟ بالفعل صحيحة وصلت الأمهات إلا واحدة الجملة هنا أسلوب تعجب إلا واحدة هل دي أسلوب تعجب؟ إجابة خاطئة تمام يا شباب بعد كده عبر عن المعاني التالية بأسلوب استثناء مناسب حضور المدعوات الحفل وغياب واحدة عزينا نحول هذه الجملة إلى استثناء نولي يا أبطال حضرت المدعوات الحفل إلا واحدة ممتاز تصدق الطفل بنقوده على المحتاج واحتفظ بريال لسه إلينها فوق اللي هي الجملة رقم ثلاثة في الجدول فوق تصدق الطفل بنقوده على المحتاج إلا ريالا ما أحد يكتب بريال إلا يا شباب إلا ريالا تمام يا أبطال؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده على المسلمين التمسك بالصلاة علامة جر الإسم المغرور هي فين الإسم المغرور هنا في الجملة يا شباب؟ المسلمين ها على المسلمين المسلمين هنا جامع مذكر يبقى علامة جره الياء يبقى لجابة رقم باء طيب علامة جر الأحد الإسمين أبو أخو إذا صبوا بحرف جر أبو وأخو دي من الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة علامة جرها هي ها? الاجابة الف بالفعل الياء علامة جراها الياء. هنعرفين الاسم المجرور يا شباب? علامة جره الياء فيه ثمات حالات. اذا كان الجامع مذكر سالم او مسنة او من الاسماء الخمسة. طيب. الاجابة رقم سلاسة قلنا الاجابة. علامة جر المسنة الاسم المسنة اذا سبقها حرف جر للسائلين الحين. اذا كان الاسم مسنة علامة جره هي جيم فعلا الياء. طيب علامة جر الاسم المقرور إذا كان جمع مذكر سالم وسبق بحرف جر ها الياء ممتاز الياء ألف حب الوطن من الإيمان الاسم المقرور في الجملة الكلمة الإيمان الاسم المقرور في الجملة هي كلمة الإيمان ولكن علامة جر هنا هي الكسرة علامة جر الاسم المستنة هي جيم الياء ممتاز ضع علامة صح يا شباب أو خطأ أمام كل جملة علامة جر الإسم إذا كان أحد الإسمين أبو وأخو أبو أخو من الأسماء الخمسة هل علامة الجرها الكسر؟ خطأ الأولى خطأ علامة جر الإسم إذا كان جمع مؤنس سالم جمع المؤنس علامة جر اليا لا خطأ رقم ثلاثة علامة جر الإسم إذا كان مفردا الإسم المفرد علامة جره كسر إجابة صحيحة علامة جر الاسم اذا كان مسنى الكسرة خطأ علامة جر الاسم اذا كان جمع مذكر سالم الياء اجابة صحيحة وبكنا ننتهينا من درس اليوم يا شباب وجزاكم الله خيرا وياريت لو الشباب تكتب هذه الجمل نحلها حل يدوي مش لازم نطبع ممكن نكتبها في اي دفتر ونحلها ونبعث الواجه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا